انا اقول حراك على حاج ده حقيقة انا اقول حراك على حاج وانا ماشي من قدم جهاز المركز المحاسبات تقريبا لو بمعدل الساعة اه على الساعة فوق لو بتكلم بمعدل اسبوعين بلاقي بيزيد ما يقرب من حوالي 300 الف ايه ده اسبوعين 300 الف بنا ايضا بيزيده تقريبا يعني عشان مع زيادة ونقصان يعني انت عارف الوزير الوزير التنمية المحلية الفاتحة اللي هو الجندي لما كان مسك الجهاز وانا من المحور هناك وبعدين الساعة وانا رايح لقيتها مش شغالة اه فانا بقول له فاندم هو الساعة دي محدش خلف قال لي لا بالراح الساعة ايه ايش اللي حاجة فطول ما احنا احنا فيه فيه زيادة سكانية طول ما فيه هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعمل تشبع هي حاجة واحدة بس لو جينا تركيز مصر كلها بالكامل وكل المستثمرين في منطقة معينة اه يعني العسامة الدراج جديدة في بدايتها طبعا مشروع هايل جدا انا لمشكر سيادة الرئيس عليها وسيادة الرئيس الوزراء بصراحة يعني مجهود عظيم احنا احنا نمنا صحينا اتجاهنا نفيحاس مع عسامة الدراج جديدة اه صحيح اه شهور اه بقينا يشوف مباني من على طريس سخنا مع على طريس يعني فيه حاجة غريبة جدا بعدها تقريبا ما فيش بتكلم في سنة مصر بدأ يبقى فيه لانش فيه افتتاح بدأ يبقى فيه استثمار بشكل مش طبيعي في العسامة الدراج جديدة اه حاجة جميلة جدا وتطور كويس قوي لكن خلينا نقول ان السيد رئيس الوزراء ما كانش كله اتجاه العسامة الدراج بس اه لمدن اخر ها مشروع سيادة طبعا ها مشروع سيادة مشروع قومي اه مشروع كبير كان اتجاه لمدن اخر اللي فيه طبعا عندنا المنصورة الجديدة عندنا مشروع دور مصر اللي تتعامل عندنا مدينة العالمين الجديدة لا ده بتكلم على سوية جديدة بتكلم على برو السعيد الجديدة كتير كتير طبعا فهو ده الحاجة الوحيدة ان السيد معلو رئيس الوزراء كان توجهه للستثمار في جمهورية مصر العربي تمام مش في مدينة معينة فعشان كده عمر ما يبقى فيه تشابعة طب فيه اتجاه الاتجاه بتاع الدولة اللي هو اصلا بيقوم الوقت على الدمج انت قلت ان فيه منافسة دي منافسة كويسة ده حي بس همه طول الوقت بتكلموا على انه ازاي يوسع مساحات التعاون ما بين الحكومة والقطع الخاص ناس تشتغل مع بعض هي تمت بالفعل على فكرة هي تمت بالفعل يعني لا ده ذكر اسم يعني فأكتر من فن أكتر من مستثمر هي حاجة كويسة بس أنا نفس الدولة بجد أنا بقول رأي بشكل خاص ونفس بجد ده يتبقى حاجة مطروحة فيه ناس كتيرة جدا مش بكلم عن نفسي على فكرة ولا عن شركاتي دي فيه ناس كتير مطورين ناس أقوية بجد وناس عندها ملاء ملاي وناس عندها سفيه محترم بس ما جالهمش الدور ورجم انه تم على ثلاثة أو أربع مساسمين موجودين ومعروفين في السوق دول دخلوا اشتغلوا دخلوا اشتغلوا ومشاء الله يعني فيه مشاريع تبدو لحكم الأعمال بتاعهم يعني يؤهلهم للتعاون ولا ولا في معايير معينة بس أنا أقول حراكة على حاجة هم طبعا هي ملاء ملاء بتاعتهم كبيرة والسيفي بتاعهم كبيرة بس خلنا نتكلم بشكل واضح أنا راجل مستثمر عمر ما بكون داخل أي مشروع سسماري وانا بقولها بوضوح لانا راجل صريح جدا من الناس يمكن عارفين ده يعني ما فيش أي مستثمر بيصرف أي مشروع سسماري بيصرفه من جيوه خلنا نتكلم أو طبعا لا يتعدى الخمسة عشر في المياه من جيوه كل المستثمرين بيعملوا كده ما فيش أي مستثمر في مصر ما بياخدش ببروجيكت ما بيعملوش لونش في قتلات يعني أي إن كان وبيبدأ بحجزات وبيبدأ يشتري ويبدأ إي بيع حتى لو اللي عنده ملاء ملاء كبير ما بيطلعش فلوس من جيبه لا تتعدى إلى ثلاثة أربعة في المياه احنا كلنا بنيعمل كده وظن حراك شايف ده حراك شايف ده لا يعني وده منطقة شوية يعني منطقة شوية يعني وفيه ناس فيه ناس بتبقى بيه أرض أصلا أنا أقول حدك على حجم تروح تيقول له شائيتك في الدول التاسع وميفش حاجة أه بزبط لا يعرف التاسع ده شائيتك هنط أصلا أنا أقول له ساتك على حاجة يعني كلام له جدا يعني لو مثلا أنا بتكلم في مشروع حجم السمارو مثلا ساي تمانية مليار جنيه لو أنا بتكلم في مساحة مثلا في حوالي 250-300 فدان فأنا بتكلم حجم السمار أو حجم إنشاؤه بنتكلم في ستة سبع مليار جنيه أنا راجل مستهسمي لحط ستة سبع مليار جنيه وبعد كده ابتدي في الإنشاءات مش غازك